موسيقى اليوم مغربية بخيس تستضيف الأستاذة حوية من مدينة انكناس وشكراً على الاستضافة دينا عندكم مواطنة تعرضت للظلم والاستغلال والعنف وكل ما هو كي ينتهك حرمة إنسان ولا مواطن مغربي السيدة حوية تعرضت للظلم من طرف الأبناء ديالها من طرف الزوج ديالها أنا ما قديش ندخل معها، ما ندخلش في الموضوع ديالها أنا خليكم معها تعود لكم المعاناة اللي تعرضت لها والظلم اللي شافته من مجميع الجوانب السيدة حوية السلام عليكم صحيح أنا مواطنة تعرضت لجميع أنواع الظلم والتعسوف من طرف الأسرة الزوج والأبناء اللي تعرضت منهم للغادر والخيانة وصل بالحقوق باش اتهامي واتهامي بالجنون كذلك أو بالحمق هتو من الأبناء ديالك ولم زوج ديالك؟ أبناء ديالي وزوج ديالي، كانت تفعق بينهم وخامش كلهم ولكن شاع شاع أنني وعاني من الحق والمهم رب انت لكم ضد فيديو واش أشتك مع جرائد أحداثراوي أشتك مع جرائد أحداثراوي المهم أنت تعرضت لانضرط المجتمع اللي تيلموني ويكملوا العلية في النفسية ديالي وكذلك ختم هالي القانون اللي ما نصفنيش بيت القصيد بيت القصيد المشكل أن أي ملف ديالي أخ المصير ديالي هو الحفظ ما عارض شانا كيفاش هاد الحفظ ما كانش رفض ولكن كان الحفظ أعلاش فحصنا نوصلوا لهاد النتيجة معلومًا وصلتوا على إطلاق من تحديد حفظ لماذا تنزلوا عليه؟ لماذا؟ أعلن ما نجد من افت ott قد تنزلوا من هذا الحفظ كيفية تحديدُ نحكمهم؟ في سنة ثلاثة هذه السنة الثالثة الثلاثة تلت سنة ثلاثة يأي كلهم يوم بيعطي الحفظ كما ملا تقول لي تينكروب في الحفظ أول أنت معروفة في الحفظ أي رقم مقلبت علي سلل الحفظ كل مرة كان خرج ملف إلى السنة يرجع لالحفظ كتبت الرباط النيابة العامة كذلك من فاسد أطوني يقول البال في ورقات يقولون